ما هو خشب اللاتي وما هي الأنواع ديالو وشنو الفرق بين اللاتي فورميكا واللاتي ميلاميني وشنو هي الأماكن اللي نقدرون استعملوا فيها اللاتي وشن نقدرون استعملوا هاد اللاتي في المطابخ ديالنا دون تخوف وشنو الفرق بين اللاتي والمدف وستراتي ديكور جميع هاد الأسئلة غادي نجاوب عليها بالتفصيل في هاد الفيديو تابعوه إلى الآخر السلام عليكم كيف الأحوان تمنى تكونوا بخير وعلى خير دائما كانت لقى عدة أسئلة على اللاتي والأنواع ديال اللاتي لأنه خصبق لي وضحت هاد مسألاف بزاف ديالفيديوهات ولكن باقي الإخوان عندهم التباس في هاد الموضوع لهذا في الفيديو دياليو ما غادي يكون وحد شرح اللي هو واضح ولم تأكدك كل شي غادي فهم بالنسبة للاتي كما كتعرفوه في عدة أنواع أول نوع هو اللي كتشوفو معايا هو اللي ديرتوه في البلاكارات ديالغورة في النوم هاد النوع هادا كيكون لاتي ميلاميني يعني ما كيحتاش أن المعلم يسبغوه أو لا يديرلو الفيرني كيجي من شركة مسبوغ مقد كيما كتشوفو معايا كينا النوع اللي كيكون بريو بحل اللي كيبال لكم في هاد البلاكار هادي وكينا النوع اللي كيكون ميلاميني ولكن كيكون مات وبالنسبة هاد اللاتي اللي كيكون ميلاميني كيجي مفيني ناضي من شركة يعني المعلم غير كيقاطعوه كيبدا يخدم به كنقدرون استعملوه في أي بلاسة في المنزل ديالنا يعني في غرف النوم كنقدرون استعملوه في بلاكار ليسحت الفازة كنقدرون استعملوه في الحمامات وأيضا كنقدرون استعملوه في المطابخ وده باكتشوفو معايا بلاكار واحدة اخرى حتى هي مخدومة باللاتي ميلاميني بريو الرماش دياله ديال الشين انا بغيت ندير هاد النوع اللي بريو لانا ما كتشتش في هالغبرها سهل في المسح وكينا كيما قلت لكم انواع واحدة اخرى اللي هي مات وحت هي في النظرة دياله كتجي مزيونة بزف غير هي شوية بحلي محفرة خفت مع المودة يعني الاوسخ تمت فقط تجمع وبطبيعة الحال كيما كينا اللاتي اللي هو ميلاميني ما كيحتاش نصبها ديال المعلم او لانا الفيرني كينا انواع واحدة اخرى اللي ما كتكونش ميلاميني كيكون عند البلاكاج عند واحد الورقة من الفوق ديال الخشب اما كيكون خشب شان او لكيكون لاتر او لكيكون لاكاجو هادك النوع كيحتاج نصبها ديال المعلم غادي تشوفوه معايا فتسم هذا الفيديو غير تابعوه الى الاخر ودبا كيما كتشوفو معايا فهد الكوافز مخدوما باللاتي اللي هو شان ومخدوما باللاتي اللي هو لون ابيض هاد اللاتي هادي حتى هو كيجي مصبوغ من الشركة يعني ما كيسبغوش المعلم ولكن اذا بغا يسبغ فوق منو مكين حتى اشكال مثلا ان يسبغ فوق منو بسبغة ديال التونوبيلات هنا كيما كتشوفو معايا هاد البلاكاج عندي مخدوما باللاتي ولكن اللاتي اللي مصبوغ يعني ما جايش مصبوغ من الشركة وكينا جوج انواع ديال اللاتي اللي يقدرون نسبغوهم كينا بحل ابيض اللي يوريس كون في اللول يعني هو جاي مصبوغ من الشركة والمعلم كيعاود يولي يسبغوهم من فوق بالباستولي وكينا النوع اللي كيكون من يعني ما على بره لون قهوي يعني ما مصبوغ لهم شركة الاولو هادك النوع كيكون عادي كيكون شوية ناقص ثمن هادك او ثاني يقدر يخدم به المعلم ويولي يسبغو لك ويخدم لك بها البلاكر وكيكون ناقص شوية في الثمن على النوع اللي كيكون جاي مصبوغ من الشركة ودابا غادي نزيد نوضح لكم اكتر اللي هادا غادي نشارك معاكم انواع وحدة اخرى ديال اللاتي كيما كتشوفوا معايا هاد النوع هادا هو اللي تكلمت لكم عليه في اللول قلت لكم حتى هو ورا هو ميلاميني يعني ما كيحتاج نسباغا ديال المعلم اولى الفيرني ولكن را ماشي بريو كيما كيبال لكم يعني ماط وبالنسبة لاخوان اللي كيسولو شنو الفرق بين اللاتي والمدف وستراتي ديكور هو بالنسبة للاتي هرا كيكون معمار من داخل بالطروفة يعني بالالواح ديال الخشب وهدك الالواح مكولين مع بعضياتهم وطبيعة الحال كل ما كان هاداك الكولاج بين هاداك الالواح مزيان وما كيبانش هاداك الفواصيل بين هاداك التروفة ديال الالواح وايضا كل ما كان صافي يعني ما فيش السوسة را كيكون النوئية ديال هاداك اللاتي كتكون جيدة وردو البلحة انواحد المسألة هي بالنسبة للاتي اللي اللي لون ديالو ابيض اللي كيجيم شاركة ابيض راه المعلمية كيستعمله بزاف في الصنادق من داخل راه فيه انواع كينا النوع اللي مزيان والكاليتي ديالو مزيانة هو اللي كيكون بياض كيما كيبان لكم في هادا الفيديو اللي صورت لكم من صنادق ديال المطبخ ديالي من داخل يعني اللون ديالو كيكون هاداك البيوضة ديالو كتكون متيرا نتيبة وكينا النوع اخر اللي كتكون هاداك البيوضة باتة يعني كتمين انسفرار بحل هادا اللي كتشوفوه في الفيديو وحتى التعميرات ديالو من داخل كتبان بانها مشيشي تعميرات اللي اللي بيم زيانة ودابا غادي تشوفو معايا النوع ديال اللاتي اللي عندو البلاكاج اكاجو هاد النوع هادا هو اللي كتشوفو معايا ضروري المعلم خصو يديرلو الفيرني وكيما قلت لكم كينا اللي ديال اكاجو كينا ديال لاتر كينا ديال الشان يعني فيه الانواح كاملة غير هو هاد النوع ما كيكونش عندو الميلانين على برا كتكون عندو البلاكاج كيما كيبال لكم وحتى هو بطبيعة الحال بحال اللاتي ميلاميني يعني نقدرون استعملوه في جميع الاماكين ديال المنزل ديالنا ودابا غادي نقربكم من نوع اخر ديال اللاتي هو اللي كيسولو عليه بزاف ديال اخوان هو اللاتي فورميكا وفي صراحة هاد اللاتي فورميكا ممتاز وكيجي في المطابق رائع لم ناحية ديال الدكور كيجي بحلوب حال الامدائف ولم ناحية ديال الصح غير هو المشكل ديالو انه ماشي جميع الصنايئية كيعرفو يخدموه وبزاف ديال الصنايئية كيتهربو منو لان فعلا فيه الخدمة وفيه تمارا وتكون عندو تقنية خاصة باش المعلم يقدار يخدمو ودابا غادي نخليكم مع المعلم عمر دمناتي من مدينة وجدة غادي يشرح لكم زيان في الورشة ديالو شنو هو اللاتي فورميكا وشنو الطريقة الصحيحة اللي كيتتخدم بها باش طلع الخدمة بهم في نيا كيما كتشوفوا معاي في هاد المطبخ هادا السلام عليكم منهاركم بروك اه انتم ما بغينا ندير واحد الفيديو خفيف غير بزاف ديال الكلية اللي كيسولوا على الكوزين على اللاتي بصير فورميكا اه بغينا نوضح لهم واحد توضيح انتم ما كتشوفوا كيم ما كتشوفوا معانا احنا دائما في الفيديو كنقولوا اللاتي يعني مقاوم الماء فورميكا مقاوم الماء وما كتقطرش ما كتديرش غمولية لداخل مع المدة اه كيم ما الخشب عادي ولا الكولاج عادي انتم ما غاد ندير لكم واحد الفيديو خفيف كيم ما كتشوفوا هاد الكيسو هادا هوا مجموع داخل ديالو فورميكا كيم ما كتعارفو انا نوريكم واحد الشرح فيه بنسبة الفورميكا فورميكا هي هادا هانتم ما ورقة ديالفورميكا غليدة هانتم ما كتكولا فوق اللاتي هانتم ما تشوفوا اللاتي كل عود من دخل وهي فورميكا فيها اللوانات اللوانات كيبقوا على حساب كليان كل كليان واللي كيبغي وكيبقى الاختيار هي فيها قاعد اللوانات هذه الفورميكا شح الموحد كيبقوا وكيسول الطريقة ديالها كيف تتخدم من بعد ما كنقطع كل طرف على العبار اللي اللي بالتصطلنا في اللاطي كتولى التكول عليه وبطريقة ديالالصنعة يعني كتحتاج بزاف ديال الوقت وكيخصها تجريبة على حساب الخدمة ديالها حيث هي ماشي مادة ساهلة في الخدمة كما كتشوفوا معانا هي فيها حتى مواد ديال الزاج يعني احتف باش كتشل المرحلة التالية ديالا في نيسيو كتحتاج واحد ديقة في خدمة ديالها باش كتعطينا واحد منظرة في التالي كتما كتشوفوا منظرة فينية حالها بحلم ديف وكتحتاج لوقت بزافة في خدمة ديالها ونهاركم بروك السلام عليكم وكيما شفتم معي في الفيديو الخدمة باللاتي فورميكا شوية كتاخد مجهود وكتطلب معرفة من المعلم مشي اي معلم كي يقدر يخدم باللاتي فورميكا وحتى انت كزابون يعني ما يمكنش تمشي عند اي معلم وتقول له لا انا بغيت كتخدم لي باللاتي فورميكا هو يكون عمره ما خدم بها وما عرفش تقنيات ديالا ولكن في الحقيقة اللاتي فورميكا في المطابخ كيطلع رائح كيما كتشوفوا معايا هاد الكوزينة هادي لا من ناحية ديال الفينيسيون كيجيب حلو بحل الام دائف ولا من ناحية ديال الصح واحتى بالنسبة لسنادق اللي كيكونون داخل اذا خدمتهم باللاتي اللي هو فورميكا كون مأكد بانا غادي تجي الخدمة صحيحة وغادي هادك سنادق عيبقوا معاك مودة اللي هي طويلة لانا كيما كتعرفوا اللاتي راهو خشب يعني في الاصل هو صحيح وعاد كيزيدي تغليف معلا براء بالفورميكا يعني الخدمة ديال الدوام كيما كيقولوا هي فعلا الكوزينة كتطلع غالية خصوصا اذا خدمتها باللاتي فورميكا من داخل ومن براء ولكن كتطلع شي حاجة اللي هي صحيحة وكيما قل لكم المعلم بانا اللاتي فورميكا ارا فيه جميع الالوان بحلو بحل الام دائف وشكرا لكم بزاف واللي هلا يخطيكم عليها كامليا وانتمنى تكونوا استفدتم هاد الفيديو وبسلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله